طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات آآ شوية عكوسات الفترة دي آآ خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرب ده ده هاي بريستس القديسة زي ما انتو عارفين انا واكيد حافظتو القديسة بتمثلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالازمة دي بليز اتجهوا لربنا هو الوحيد اللي هي لطمن قلبكو وهو هيخراكم المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا آآ ننعزل شوية مش ننعزل نقعد بس ايه نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مسلا خناقة مع محد في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بازن الله ده محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر موضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني اه تخوف ما تقلوش ايوا بقى ايوا بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياتور يمكن البنزين الكام عشرة سايق ولوين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وهتحس انك انت في حالة راحة شوية مش كخاء بس ايه عملية تكون مرايحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كتير جدا وكل ما بتبدي كل ما هديد اكتر انت محترف حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده في حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى تمشي باحساسك دي مش با دي مش متتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور من انت مثلا او انت محتورة من شخصين هيجي لك اه مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ما ينفعش ما ينفعش تعدي من غير ما تاخدي بالك او تاخد بالك هتحسه بالمشاعر دي وده هيحسم لكم القرار ده في حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلى ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكم في علاقة او حتى مش هزوا يكونوا بين شخصين مقارنة بالشخصين ممكن تكون اه انت محتور تكمل او ما تكملش محتور اه تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدل لك تتعامل ازاي وزي ما قلنا لك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القربة من ربنا والصلاة اه عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المايا الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدمية هتبتدي تبسهل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقوا حاجة هيسبقوا تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من كروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في اللي في الترو بيوحي بي موت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون أسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه أسلوبك مثلا بدل من انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعيا انت تبقى شخص اجتماعي وحبب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكتر فالعجلة هتدور معاك فاهمين قصدي فيه تغير هيحصل جواك انت وبرضو ده ما ينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ما ينفعش اتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده دي مش طبيعتي في حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد strength يا تور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بالدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد الكارت ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله او بتزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتبطب ومش لازم يكون بتبطبة يعني مش شرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتبطب على اللي حواليك لا تستعمل معاه دي بيوميسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقوله مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لأ لقد الوقت تجيبه اخلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مسلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل انتو عارفين الخروجات بتاعة الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعض هتتجدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حظا ان شاء الله ارية حلوة زي ما عنتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعدي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودعيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبرج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عيوة صح مرسية عزة بتمنى يتغير حلو فك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتفكر بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عامر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة انه هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا اضبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انت خلاص يا عليكم صح طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسى قريب قوي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواد غيرت وانا مش كده من ساعة ما شفت ايه يا حسان هزي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي دي مرحلة الاولى وهنقول الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البس ما يخلص هتلاقيني يحطها لك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسى حاضر مرسيا مار وعشير تسلم ايدك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قصود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عاشين في غابة هنا دي غابة بنروض قصود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسيا بسمة جدا صح اشكرك يا شايماء طبعا ياسيف الاعلم الغيبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يارب تكون كويسة وانا في حد كمان ثور عندي من صحاوي يا رب يكون حاجة خيصة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان وانت وحشتيني جدا جدا مانا انت سمعت قرائتك ولا لأ انت قرائتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي تمانين يقولين انت سمعتها عشان انا مبقتش فاكرا انا قلتها في انهي لايف بيهم عشان خط يقولينك سمعتها انا بعد كده هعمل القرائت على التليفون انا مش هخليها هنا كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة ما فيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فاهمة قصدي ايه القاعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ويدعيني معاكي دعيني ارجع على التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العطفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفته عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القراية الجنرال بتاعها في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينك وحيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جماعة اه حيرة هي واضحة بستار هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس في يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عمل ازاي يعني سواد السماء سودا يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش شبابيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا يبنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا وايد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يطور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا اعطيك شخص كويس شريكك عايز ايه عايز يوصل لرده نفسه يحس برده في العلاقة شكلك انت اللي مغلبه يا تور يمكن تكون انت اللي مغلبه او هو مش عارف يوصلك ازاي نفسه يوصل لمرحلة الرد ان هو يرضيك وان هو كمان بالتالي هو هيرضى اللي لسه ما ارتبطوش الشخص ده شريك التور عايز اكتباط عايز بداية عيلة جديدة اللي ارتبطوا فهو عايز العلاقة تكون صحية وعلاقة فيها ثقة وفيها فرح واحتفالات عايز عايز يسعد عيلته جدا يعني في كلتا الحالات سواء العلاقة دي زواجها تامي ولا لسه فشريكك يا تور شخص فعلا كويس او ربنا يعني ربنا يهنيكوا ببعض شايفك ازاي شايفك عندك يعني انت اساس كويس او بزرتك كويسة البزرة كويسة بتاعت العلاقة بس هي حايز اشول يعني انا قربت افهم المشكلة يا تور شكل اندفاعك في الكلام بيوحي بقصوة او بيوحي بقلة حب ده بيجرح شريكك يمكن الله اعلم يعني يمكن اكون غلط بس لو انا صح ويريت نواجه نفسنا كده لو انا صح حاول تكون يعني كلامك يكون كويس يعني حاول انت تكون ضريف شوية مع شركك وزاي ما قلتلكو الطاقة بينكو طلع نزلة يوم حلوين ويوم تقلبوا على بعض يوم كويسين ويوم تقلبوا على بعض مش مستقرة الطاقة مش مستقرة صح جدا مرسي يا سابرينا هنا في حالة يعني عايز اقول راحة او حالة عارفين لا حالة هدوء في حالة هدوء ان شاء الله يعني واضح ان انتو الاثنين شخصيات طيبين وناس كويسين جدا فباذن الله ربنا هيبعث لكم حاجة كويسة دي حاجة جاية من عند ربنا خير جاية من ربنا ان شاء الله يكون هدوء نفسي ويكون حالة يعني هيقربكم من بعض اكتر الناس اللي ما تجوزوش هنا في اتنى زواج في خلال شهرين الله اعلم ان شاء الله في خلال شهرين في اتنى زواج الناس اللي مرتبطين يمكن دي مشكلة مش عايز اكوا تخافوا يمكن تكون مشكلة وهتحتاجوا ان تحكموا بينكم حد كبير حد من العيلة اب ام اي حد وياريت هم دول الناس بس اللي يتدخلوا وياريت تختاروا حد فعلا يقدر يديكم نصيحات كويسة ويوفق ما بينكم ده حد جايب يحكم بينكم انتو الاثنين ان شاء الله تترادوا لو كانت دي مشكلة فعلا اا الا اا اا لو ما كانتش مشكلة فهي بينكم يعني ممكن تكون مشكلة خارجية بعد الشر يعني حاجة بسيطة كده ويتعدى تروح لحالها المهم ان العلاقة هتستقر باذن الله وحتبقى زي الفن والله يصح مرسي يا صابرين حاببتي بشكورك جدا الاسد قلنا يا محمد محمد مصطفى قلنا الاسد احمد جي معنا هو زي ما قلت لكم احمد سليمان هتلاقوه هو حاطت شورة احمد حيني بروفايل بتاعته هو الادمن الجديد معنا رحبه باحمد اي والله مرسي يا باسمه القوس حاضر يا هدية حاضر من عناي الجدي من عناي يا حنان حاضر بسكبه انت لمنور يا سيف بشكرك ما قطلش ايه رأيكو في موضوع اللعبة دي ايه ايه انا علي زي بتقولي ايه انا مش فهمك الحمل قريب جدا قريب جدا يا طيب قريب جدا ان شاء الله برج الاسد سيفني انا حسب لا مبالاة طيب بص يا هبة انت عزت تسألي يعني في رجوع ولا لا السؤال ده زي ما قلت لك انا بعمل اخر 10 دقيق اللعبة نهو بقى نسأل اسئلة هستفر ولا لا يعني بدي كده 10 دقيق نعد نقرأ اسم ونقول اسئلة نوسا بشكرك يا حبيبتي على الفيدباك الحلو ده الحمد لله القرية مزبوطة وكله تمام صح يا عسل دمتي لعسل يا صمر جو معنا بشكرك حبيبتي قوي قوي على الفيدباك تانكيو تانكيو كلامك صح بشكرك يا احمد مرسي احمد في حالة انبهار اهلا حاجة في الدنيا والله يا ربنا يخليهولي شفتوا بقى الكلام الحلو بقى يا ربي يخليهولك يا بسمة ويهنيكوا ببعض ويهديهولك ويهديك لي مرسي يا نوسا جدا فعلا صح جدا بجد كله بيحصل بواس الدنيا بندفاعي ربنا يفرجعه من عنده يجير خاطرنا ويستحي الاحوال يا يا ندا انتي يعني بجد بصوا الاعتراف بالحق فضيلة فعلا انتي وصلتي لمرتبة حلوة جدا في الفضيلة انك تبتعترفي بخطائك وبتصححي برافو عليكي سوف تبتعترفي ان شاء الله حسنا دلوقتي ليان شكرا حبيبة قلبي مبسوطة اقوين القرية عجبتكم جدا مبسوطة جدا دلوقتي هنبتدي القرية قرية المجموعة التانية لبرج التور القرية الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر